الموعد في شهري مع ملتقى الخبازين الجماعة كله صار جاهز كله صار جاهز محر تاعب عمرو يعني حرفين اي شيء يختر في بالكم خليط سينيما رولز خليط الايس كريم خليط الجيمات خليط كاب كيك خليط كيك انجليزي خليط سفلي اعرفين انكم عشان نجي انا جيت عشان اخد فانيلا جيد نحن الامدول الله قداء اليوم صلت خضرا وخاد الدجاج بالغفل وصوص صراحة ما عندي أجنحة ولا أحب الأجنحة فحطيت الصوص على الأطفال وقت الله لديك جيت أخذ ريكتان ما شاء الله هذا الرحمن فريش من هذا القسم هذا الرحمن فريش هذه الأطفال تأخذ ريكتان من هذا الرحمن فريش من البوالي والصلاة الملمان، الجهو وفادو 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 شابرت باي ألم يب؟ جري بجري بسميه نسميها شابرت باي؟ كوتا كوتا نروح عند الكوتش هناك الكوتا خطورة مطابعة جدا بيض حطاك معجوبنا بيض وشزر وصوصيج 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 كنت على ايجابت اقصيج وصوصيج هو السبيل من الدماء اطلاق فريش السلسل يا صباحة تتذكروا مرة شويت طبقة كوسا باللبنة المرة على شكل فطور فطيت الحم فرو هي صراحة لفت اوبر سويتها امس واليوم جيد استخدمتها حطت عليها بيضاتين حطت عليها شوية لبنة وبس يومي بسم سبحان الله بقول نسيت اليوبس الجهد الا واحدة جينو تديني السجادة يليت اني طرف العكلة السلام عليكم ورطاية 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 فيا النور اليوم عندي محاولات اني سوي صامولي أضع بشور السليم مع موية مغالية شكل كفل البخار أخلطها لما هذي تصير كذلك مثل سلايب كيف يصير شكلها سنفق إلى الأمر فعندقال المشاكة تنزل ماهما السلطة ريكات خلط قدر أوف خمرتها جمسة ظلت خمسة حبت ان شاء الله انهم زطين ان شاء الله يعني في كده اجينا بس امشان معهم هذا المنتج النهائي صار مولي باقي ادوك الحيا الربا مع الوينس هذا شوية من الصوص لنرى كيف يكون الجماعة النية كانت كوكيز بس طلعت سكونز بالتمر بس طالي لذيبا يعني كحلا يا اهلا وسهلا كيف حالكم طيبين حابة انقول لكم تجربتي فانا اخر كتاب قريته صري فترة من بعد مقريدة الكتاب هاته تنقل بين الكتب بس ولا واحد ختمته بس هذا قريته من البداية للنهاية الكتاب اسمه الاعتذار المؤلفة الامريكية ايف انسلر فكرة الكتاب انه او قصة الكتاب انه ايف كانت في علاقة سامة مع والدها وبالاحرة والدها كان شخص نرجسي واذاها لدرجة انه اذاها جنسيا كان الرواية مليئة بالعنف الاسري تمام فمات الابو لدرجة يعني الين ما مات حرمها من الميراث يعني فبتعبر انه حرمها من كونه اب في حياته وفي حياته وفي ماماته كمان ففكرة الكتاب للناس المهتمين بالوعي والسيكولوجي انه هي ايف عانت في حياتها مرة كتير سواء في علاقاتها سواء في اهدافها سواء في اي شي كانت تحاول توصل له في الحياة يعني فكانت طول الوقت تعاني 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 عليما هي قررت انه تطلع من المأساة هادي وبعد ما مات والدها تتصور انه والدها يعتذر لها وانه هي تقبل اعتذاره فالفكرة في الكتاب انه الكتاب كله رسالة اعتذار يعتذر فيها الاب لايف والد ايف يعتذر لايف عن كل شي سواء لها او كل عن كل ذكرى سيئة هي تذكر لوالدها فللي مهتمين في مجال الوعي او لو لسه دبكم بعدين في مجال الوعي هذه نقطة جدا جيدة انكم انتو تبدأوا تصلحوا علاقتكم بامكم وابوكم حتى من بعد ما حتى لو هم مش موجودين على قيد الحياة يعني فالتشافي مع الاب انطرح في هذا الكتاب التشافي مع الام او الوالدين عموما موجود عنهم موضع مرة كثير في اليوتيوب والتيليجرام وغيره فانا انصح اي احد تاعي في عالم الوعي ومتخبط ومش عارف من فين يدخل ادخله من تشافي العلاقة مع الوالدين سواء كانوا حيين او ميتين الكتاب هذا كمان احسه بداية جدا جيدة صراحة اتذكر اني انا كنت اقرأ الكتاب وكنت ابكي مرة كثير هو ايموشنال لانه العنف اللي صار للبنت صار لها من هي صغيرة توقع لسه كمان ما دخلت المدرسة والتطورات اللي صارت في شخصيتها بسبب العنف اللي صار يعني انا صراحة ما تحملت يعني بس كملتو ان الكتاب جدا جدا جيد الكاتبة انتهى فيها الحال انه حياته الحمد لله احسن وصارت تقدر تساعد الناس وتخلصت من اغلب مشاكلها فصراحة انصح بالكتاب انصح بالكتاب انصح بالكتاب انا اخدتوا من مارضة الكتاب ما اعرف فين تحصلوا شوفوا جربوا جرير جربوا المكاتبة التانية الكاتبة ايف انسلر للاعتذار هذا كان ملخصي بهذا الفلوغ لوفيو سومتش سيو باي